طيب أولا أهلا بيكم وكل سنة وتطيبين وعيد سعيد علينا جميعا قادر يا كريم طيب ما غني عن التعريف ان احنا يبقى فيه معانا النهاردة هذا الرجل نجم حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى يمكن انا اتكلمت قبل كده في القصة دي فمرة من المرات وبقولكو هو نجم حقيقي بكل فعلا ما تحمله الكلمة من معنى عنده قدرات تمثيلية مهولة انا اوصفه دايما بان هو موهبة فزة يعني مش عارف اقولكو ايه ولا ايه بسخيني الاول ارحب بالنجم الرائع المتقلق الفز اللي اتمنى انه من النهاردة تبقى علاقة صداقة صداقة ممتدة الى ان يحين اجلي وليد فواز منور بنورك اصوز يوسف اولا بعد اتشرف عليك طبعا وانا اللي اتشرف طبعا انه يصير صداقة باذن الله يعني بداية من النهاردة هي الحقيقة مش من النهاردة هي من بدر جدا انا بشكرك على دعمك طول الوقت بكلامك عني ودعمك لفني فاشكرك جدا اشكرك وانا يعني قدام الكلام الحلو والمقدمة الرائعة اللي هديك قلتها عني انا بجد مش لايك كلام اقوله اغير ان انا مبسوط ان انا معاك مقالي اقل ما يجب ان يقال وتخلينا يمكن انا هقول على ملاحظتين لو سمحتلي فيها اول ملاحظة انه وليد فواز راجل خجول جدا ومتواضع جدا وهادي جدا وده بعيد عن اغلب الشخصيات اللي بتقدمها وده برضو بيعكس انه فعلا ممثل فز ده بجد الحاجة التانية مزيع مزهل لانه كان بيعمل لي انترفيو دلوقتي قبل ما نبدأ نتكلم وبتاقوا احد عمال انترفيو انا قاعد بعمل بتكلم وبحكي وفتح قلبي جدا وانا من الناس اللي بنبسط لما لقي نفسي جوا انترفيو حلو وزكي من انترفيور لو صح التعبير متقلق وزكي بهذا الحد فدول اول ملاحظتين هبدأ معاك بسؤال يبدو كلاسيكي بس انا فعلا اعني السؤال اللي هو كان زمان يسألوه يقولك اين نشأت وترعرعت سيدتي هو سؤال كلاسيكي جدا بس انا فعلا مهتم او وليد في حالتك تحديدا ان انا عايز ابدأ الحكاية من الاول يعني تعالى من اول من انت بدأت توعى على الدنيا شوف سيفي انا اصلا شرقاوي اتولادتك مدينة زي ازي الله يخليك الكرم كله بدأت الحكاية او من اين ترعرعت سيدتي زي ما انت استخدمت اين ترعرع سيدي الفاضل ونجمنا المتقلق الله يخليك فكاتب بداية من وانا فتلت ابتدائي رواية من روايات او قصة من قصص المكتب الخضراء ليعقوب الشاروني فكنت بالعب دور الراوي العجوز فالراوي العجوز في احدى القصص مش متوفر لي حاجة وانا طفل في تالت ابتدائي فلجأت للقطن واللزقته بقاست كده معين وبدأت تتعرف على حنجارتي ان حنجارتي مارنة وانا انا اقدر العب دور راجل اكبر مني في السن طبعا كان التمثيل طبعا اكيد مش تمثيل بالمعنى اللي انا فيه دلوقتي بس كان ساعتها جمهور بتاعي كان جمهور بسيط قوي اللي هو صفين الاطفال ووالدي ووالدتي واولياء الامور اللي عاديين فبعد الحدوثة دي امي انتبهت لفكرة انه الطفل ده ممكن لو ربيت فيه الحتة دي او زرق يعني شجعته على ده فممكن يبقى حي كويسة جدا لما بردت اكبر شوية متزامن مع فكرة ان انا اصلا بحب احمد زكي الله ارحمه احمد زكي ده مسألة الاعلى هو ده اللي خلاني اصلا نخش التمثيل اساسا يعني كطفل شرقان ويضرب بالزبط ودي حاجة بحكيها معك لأول مرة ان انا بيت والدة احمد زكي اللي هو عامله بعد كده لوالدته فيلا كده معينة موجودة قدام مبنى المحافظة هو عملها لوالدته انا كنت دايما امشي عالكبري اللي هو الكبري الصغير ده الزازي مدينة صغيرة جدا كنت بص دايما على على الفيلا دي نفسي بس اشوف احمد زكي يمكن يكون بيزور البيت ده فانا بحكي لك على مدى تعلقي بهذا الشخص الشخص التاني اللي خلاني عايز امثل اكتر في ادوار معينة بعينها هو عادل ادم اللي اتنين دول احمد زكي عادل ادم فالمهم انه انا فضل الحلم جواي يكبر 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 ان انا عايز ادقى ممثل فوصلت خلاص السنوية العامة كان طبعا مع ضغط الوالد ان الوالد عايزني ان انا اخش كلية سيدلة او طب والحقيقة ان انا كنت اول جيل اتطبق عليه نظام السنوية العامة اللي هو كان الجديد فساعتا انا جبت 95% ده بالمستوى الرفيع وكان فضل لي 5% من 100% او كسور صغيرة عشان اخش كلية سيدلة ان شاء الله حط في الوالد الجديد بس انا مالحقق ستعمل ده يعني ايه ومن جواي كان في اللا شعور كده في الساب كونشس بتاعي ان انا سعيد ان انا مدخلت سيدلة وان انا عايز اعمل حلمي بقى فطبعا والدي كانت منحها ساعة ما انا جبت المجموع الفاشل ده بالنسبة له اللي ارحمه يعني فقال لي هنعمل ايد الوقتي وبتاعه وكزا فقلت له خلاص اخش تجارة انجليزي فدخلت تجارة انجليزي وطبعا كنت مش طالب ناجح يعني من اول اول تيرن دخلت في فري المسرح جمعت الزازيق كلية تجارة وبدأت اعمل عروض وكان ادائي يشوبوا الافتعال والاوفر طبعا ده اكيد لان انا انا ببدأ ولسه بتعلم تمثيل بالزبط فانا فاكر انه ان اول اول رواية انا عملتها خطت تاريقة جمدة جدا جدا فو متخيل يعني لهو مفيش اوفر كده الاه الاوفر فهم والله العظيم اقسم بالله العظيم انا بتكلم بجد والله فالمهم يعني انه انا اه اه روحي ايام تعليه ايام المهم وصلنا لحتة انه لا انا عايز روح القاهرة اه عايز روح القاهرة انا مش مكاني هنا طبعا ناس كتير جدا جدا قاعد يقولوا لا مش هيعمل حاجة ومش هيوصل اللي راحوا من الزيزي عملوا ايه فانا اقول لهم احمد زكي احمد زكي احمد زكي احمد زكي اخرج من الزيزي وبقى احمد زكي صح فانا قدامي القصة دا ركبت القطر بقى ساعتها ورحت باختصر لك حاجات كتير او مشوار كبير او 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 لحد ما دخلت المعهد بعد ثلاث مرات بقى كانت احقت بقسم الدراما والنقد اللي كانت الفرصة الوحيدة اللي بقي لي ومن وانا في دراما والنقد كنت بمثل في مهرجان اللي هو المسرح العربي ومهرجان المسرح العالمي وبعدين بدأت اتعرف اكتر في قسم التمثيل واخراج ان انا بيت صحابهم اكتر وبتعدي كوريا يعرفوني اكتر ودراما والنقد انا مش بحضر فيها اوي بس طبعا كنت انا بقى مركز بس مش بباقي تمام والحمد لله تخرجت بتقديري عالي جدا جايت جدا اعتقد وبشؤ طريقي من اول ترم في المعهد في المسرحية في المسرح شلت في المسرح بعد كده مشاهد صغيرة ادوار زي بيقولك ادوار تلفزيونية متناثرة كده والحمد لله شوية بشوية 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 الحمد لله قاعد قدامك دلوقتي اقدر اقولك ان انا المكتب الخضراء لسه عندي لحد دلوقتي فانا مبسطت اوي اول ما قلت المكتب الخضراء لان انا فجأة لقيت نفسي مثلا انا 49 يعني مثلا اقول الهدف يجي 43 سنة الوارا كده 44 يعني من ساعة فبدأت ايه اتعلم القراية فكانت امي لادي الصحة هي اللي جايبالي السلسلة المجموعة الكاملة اللي المكتب الخضراء ومحتفظ بيها لحد دلوقتي اعتقد يجي فلوس كتير اوي دلوقتي حاجة دي ما عديتش موجودة طبعا طبعا والأمي مفروسة انها ربت وجدات صحيح الحدوتة اللي انت اختصرتها دي حدوتة رائعة وصدق اولا تصدق وهحلف لك انه والله سار انا كنت هسألك سؤال ايه علاقتك بعادل ادهم فلما قلتلي احمد زاكي وعادل ادهم فانا رح تعمل كده حصل عادل ادهم بالنسبة لي طبعا هو تتويج لجيل من العظماء اللي تميزوا وبرعوا في اداء ادوار الشر طبعا محمود المليجي زاكي رستم حتى الاستاذ فريش شاوي رحمة الله عليه برضو كان اشتغل ادوار الشر في بداياته اه في البداية خالص فالله بيدوي سود القديم بالزبط لكن يأتي عادل ادهم انه ما تقدرش تكرهه في دوار الشر استحالة صعب عنده خف الدم مش طبعية ولما بيعمل دور انسان مش شرير برضو عنده حتة ساركاز هو شخص اصلا عنده ساركاستيك كده يعني بيسخر طول الوقت فانا بالنسبة لي هذا الرجل عنده مقدرة جامدة وتحديدا سيبك من ادوار الشر الطبعية في دوره في فيلم المجهول تحديدا هذا الدور اخراج الاستاذ رحمة الله عليه الاستاذ الشفاء فدوره في هذا الفيلم هو اللي خلاني لما يتعرض علي دور زي بين السطور اقول طبعا الراجل كان تقول الفيلم ما كانش بتكلم ما بنلطقش كلمة بالزبط كده فتعلمنا من الناس دي الاساذة العظام دول الجيل ده اتعلمنا منهم ايه معاييرك للاختيار وان انت توافق على ايه وترفض ايه وانك تحب الفن بجد الفلوس مهمة ما اختلفناش لكن تحب الفن فعشان كده امبسوط اكتر ننزقات فيلم المجهول انا كنت لسه بتساءل هو الفيلم ده ما بتعرضش كتير ليه وانجين ده كان مباراة مخيفة يعني عدل ادهم الله يرحمه سنق جميل الله يرحمه عزيزة العلي الله يرحمه ايه الفيلم والفيلم اصلا قصة غريبة مريبة ما تخض ومن غير ما ينطق كل ما يعمل كل ده وخاطف الانظار كلها والرفرف ايوا عادة في انا بحب سميها الدردشة اللي بعملها ما بحبش ان احنا بندردش مثلا بحكم الموسم يعني والله ده احنا سنة دي عندنا حق اعرب وجودر في الله بينا نتكلم على الدور بتاع جودر والدور بتاع حق اعرب لكن اللطيف انه انت المرتين قدمت او في العمالين قدمت دور بني ادم شرير في حق اعرب انت شرير وفي جودر انت شرير والشرير هنا عنده مبررات انسانية جدا في جودر جدا الطفل الصغير اللي غيران مع انه من البداية وهو طفل يعني رجل الصغير اللي عمل شخصي منزهل منزهل خاني اخوه في اول حلقة ويقوله طلع اللي معاك ايه وقت بيمسك اخوه بيسبت بتسبت اخوك في البيت ويقوله طلع اللي معاك افترة وانت روح تواخد اللقطة دي خلاص بقى كبرنا بقينا سالم الكبير بس انت خدت الحتة بتاعت سالم الطفل وبنيت عليها اللحم والدم طب ما هو شرير وفي حق اعرب هو شرير بس شرير عن شرير يفرق خليه هشوف كده مشهد الاو من حق اعرب وهقولك انا اقل في مخ بص العينين مفروض انت هنا حاطت الاي باتش وبتاع مش عارف ايه ومفترض جدلا جدلا انه التركيبة بتاعت وانت حاطت الاي باتش فقدرتك على التعبير بعينك بقت خمسين في المية اقل اقل الا انه انت وصلتلنا كوارث ده هيخدني على ازاي اقدر انا مثلا على سبيل المثال بتحط لو سمحتني في اختبار انه عملين في نفس الموسم الرمضاني هعمل هعمل دور الشرير مرتين بس ده طعم وده طعم وده تركيبة وده تركيبة وده اكسبراشنز وده اكسبراشنز وده اختبار شديد الصعوبة لو ليا الحق في التقييم اقولك امتياز اشكرك ازاي باقى اااا مش حرجع حرجع اقولك عشgorح احنا في احنا في التلفزيون يعني هو بص هو الموضوع اللي علاقة بأن أنت في الأساس ممثل مسرح المسرح ده إحنا دايما الجيل بتاعي أو شلتي تقول أنه المسرح هو جم الممثل المسرح هو اللي بيخليك نفسك طويل المسرح هو اللي بيخليك دايما في اللياقة تمثيلية واضحة حتى ولو أنت على ذكرة الاحتياطية حط خمسين خط تحت الجملة داي هفهم حكيات دكت الاحتياطية بعد شوية آه يعني أنت حتى لو أنت براية حتى لو أنت في أجازة فأنت المسرح هموما اللي بدأ مسرح ده 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 قصة تانية خالص أنا متفق مية في المية مية في المية كل الأجيال العظيمة كلها اللي هو منهم مسرح هو آه منهم حتى الأساس أحمد زكي وبرو طلع من المسرح آه ما عندوش منتج كتير ولكنه طلع من المسرح فأنا المسرح أعلمني زي ما قلت لحدك النفس الطويل أعلمني أعلمني إزاي أعمل كاركتر أعلمني ثلاث أبعاد للشخصية ده بالإضافة لدرست في المعد فإنه إن TIME انت في عندك البعض الخارجي وفي عندك البعض النفسي وفي عندك البعض الاجتماعي البعض الاجتماعي ده اللي هو لو أنت عندك من الوقت الكافي طبعا في تحضير الشخصية ده لو أنت عندك إن أنت بتشوف الراجل ده بقى اللي هو عارف كلمة لو اللي هو قسطنطين أستنسلافسكي قال عليها إنه حط نفسك مكان لو الشخصية لو أنت الشخصية فتبدأ تجيب بقى السيفي بتاعه كده تمام؟ بعد كده طلعت مدرسة تانية بتاعة ليسترازبيرج مدرسة المنهج في مدرسة المنهج دي تخليك تخش في الساب كونشس اللي هو اللاشعور فتستنى التفاقات اللاشعورية اللي هي بيسموها منح ربنا أو منح الطبيعة حسب المسامة بتاع كل إنسان فده منحل المنحل التاني البعد الخارجي ده زي ما حذكر شفت انه بيجي رباحة بالذهب حطت الآيباتش على عنيه طريقة لبسه قمصان مزاركاشة على هايكولزة ألوانها مختلفة بس ده بيكونش قراري لوحدي ده بيكون قراري أنا والسيد المخرج والأستاذة ملك زوفقار مصنمت الأزياء حيلبس جهاز ما عاملة ازاي مش تقم انها بقى طب بيمشي ازاي دي بتاعتي مع كل بني آدم ليه مشي زي ما كل إنسان ليه بصمة وشكل ودن يعني عايز تفرق إنسان من إنسان ميزه بشحمة ودنه وشكل ودنه الدحكة كل إنسان في الدنيا ليه دحكة مختلفة تمام؟ ده 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 بعد احنا اتكلمنا على الاجتماعي اتكلمنا على الخارجي النفسي بقى النفس ده قصة تانية بقى يعني دي بقى يعني المجال لا يتسع ليها بس قادر أقولك انه خبرة السنين على التوابل بتاعتي على فهمي للشخصية اللي جاي من قراءات اللي جاي من ثقافة إن كانت موجودة من عدمها وبرضو بوجه التحية للأستاذ الراحل النور الشريف اللي ربا فينا كلنا جيل بتاعنا مدرسة الوعي اقرأ طبعا اقرأ بس اقرأ افهم فعشان لما تقرأ وتفهم هتقف تعبر الحاجة والأهم إن انت الممثل اللي بينفصل عن الشارع وبيعطش في الشارع خلاص هو ربنا كرم ونور عليه فقعد في مكان منطقة سكنية ما أو ما يسمى في اللغة الجديدة الكمباوند يعني فانت منفصل عن العالم لا طبعا انت هتعبر عن المواطن ازاي هتعبر عن الناس ازاي لازم تقعد سيدي ألبس كاب استخبة زي ما أنا بعمل لأنا بحب أركب 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 عربيتي وأركب أي أركب المكروباص والتاكسي والتوك مش لاجة المكروباص عشان يعني هتعرف وحد عشان يعني اه مش هتعرف فعب براحتي لكن أركب مثلا إيه أي مشروع من المشاريع اللي هي اللي بيسموها زي زي الأوبر وزي الحاجات دي تمام تركب ضرب الكاب قعد وراء وافتح حوار مع السواق ويسمع أخونا السواق بقى اه يا عم الدنيا كذا 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 وأسمع إيه الجديد في اللغة والناس إيه اللي بيحبوه وإيه اللي بيكره وتفرج على إيه وتفرجش على إيه وما شابه وهكذا ده عشان تبقى أنت أبديدته للوقت حط حاجة كمان أنا راجل بسمع كل أنواع الموسيقى يعني أنا بحب بسمع جدا الراپ بحب بسمع جدا اللي بدأت تبقى عندنا في المجتمع دلوقتي وليه يا أصدقاء من الناس اللي بيغنوا دلوقتي أسامي دلوقتي الحاجات دي كلها بتنصهر يا أستاذ يوسف بتطلع المنتج اللي إنتا شايفه دلوقتي المنتج اللي إنتا بتقول يا ابن اللزينة إزاي هو عامل ده مختلف عنده طب يعني طب عمد كريب يقول يعني عايزين نعرض مشاهد كتير اعرض عمورة المشاهد اللي إنتا عايزها وإحنا بنتكلم لأن أنا فعلا مش عايزة توقف لأن أنا في حاجتين هسأل عليهم بقى قلت بيلي وكده روحت واخد فتح قوس شلتي شلتك بيهن شلتي والله هتستغرب يعني شلتي ناس أسماء يعني ناس مش لازم كونهم مثلين يعني أنا أنا بعتزم بالأستاذ محمود التميمي تمام لا يا شيف والله العظيمي صاحبك صاحبي قوي أنا بعتزم بقصة محمود التميمي أعتزم جثير محمود فتحي تمام طبعا أنا بحاول أكون حاجة أقرب لصالون ثقافي اللي هو انقرض ما بقاش موجود بحاول أعمل ده أي حد بحس أنه عنده رأي وعنه وعي ما أنا أحب أمسك فيه تعالى أرجوك أنا بحب كده إنه موثلين أحمد الفشاوي طبعا في حمزة العيالي كان بيس أنا بحب حمزة أنا بحبه أوي عمي أخوي كبير عمر عبدالجليل ده حبيبي يا سلام عليك فالناس دي كلها أنا بختار يعني أنا بحب الناس بحبها أحب أختار مين فين هنستفيد بعقولنا لحد فين بس مسألة لو لو صح التعبير اللي هنستخدمه الممثل الصياد اللي قاعد زي ما انت قلت كده أنا أركب عربية أوبر ولا مش عايف إيه وعود أسمع وفتح وشوف الناس واركز وحاجات زي كده ومسألة إنه بتخلق طبقات ليرز فوق بعضها عشان توصل يعني هدرب لك مثل من ضمن الحاجات اللي لافتها لنظري جد أنا هدور أنا مش متذكر وعظوا أني على ده ولكن في بصة كده مع ابتسامة رو حامل فيها كده اللي هو إيه هو فيه عي أنا مش بقصد عيل سئم قوي عيل سئم أيوا وغتت سيس لا ده سئم وغتت وقزة ونوي علانية بنت عايف لوها فجأة هيروح ناتش اللي قدامه بنيه صح يجيبه الأرض يقول له ليك طريقة كده فأنا بعض أتفرج أنا عارف ده شفته حد حقيقي ده مش افتعان ده مش اختراع انت شفت الناس هروح لفاصل وهرجع على مسألة ويتفواز اسم ومشهور وش معروف والقدرة على انك انت تقعد تختزن كل هذه الوجوه والانفعالات وتحاول قدر الاستطاع بفتح الحوارات مع الناس انك تخش جوه الشخصية وتعرف تركيبتها النفسية عاملة ازاي عشان تكون الطبقات دي جواك صعب في ظن هذه الشهرة وفي ظن هذا الوجه المعروف جداً بتعمل ايه ما اكيد فيه سر الخلطة خلوني هروح لفاصل وغير جاعة تكامل الكلام وانا بتاك سر الخلطة بتضع على حاجة ابو الصحاب اصلاً بتضع على حاجة اقول لي اساعدك فيه خمسينة اكيدك اتمرميه قدام المحل وانا تايه مش عارف مين صاحبها انت عارف ده ما كانك لعيش ما حبش قرش حرام واحد يخش جوه بقولك طب بقولك ابو الصحاب قبل ما تمشي بس استشارة من وزير الحماية اللي اقول لي بقى الشامورت احلى ولا العتائي اصل انا سمعت ان انت ماشي مع صباح الجياش هم اللي بيقول اتاها جدع صغير دايس كبير دايس ايه طالع واكل نازل واكل مفيش حاجة علينا شوف يا اخي انا عدت افكر كتير وشغلت بالي بس كنت متأكد ان العفانة دي ما تطلعش غير منك انت يعني انت بقى اللي مسايح على الحوار في الحتة بتتكلف اعراض وشرف رباح نازل ايدك بس استنى كده الحار تتفرج علينا يقوله ايه عرب بيسبت رباح في الحتة وتحصل بقى ديرويلة بقى وويك وويك وكلام كتير وساعتها هتدخل ولما هتدخل حطي الرقاب فانا هاعتبر اتنين اخوات بيهزروا مع بعض يا عم طلق تلاتة من مراتي ان انا لسه متجوزتاش ان كل كلام مكفوش عارات خلص لا تعور ولا تموت شغلة عال صغيرة بلعبه في الشارع عارفة رباح انا عملت كل حاجة غلط في حياتي واندمت عليها كلها الا حاجة واحدة ايه بقى ان طيرتلك عينك زمان كان عندي نظر ساعتها ده جزاتي ده جزاتي ان اسمعت حاجة وجد بلغتها لك صحيح خير انت اعمل عارفة انتلقى هتلقى والحسابة يجمع بس ساعتها اخدك كلك على بعضك مش اخلي فيك حاجة لا راجل يا عارف راجل عليك وعلى فندينة بتاعك لا يا عم ربنا عينك على حالك هي دي الدحكة بالمصر بعينه حاطة الايبات هو ناوي ناوي لعرب السوائل ناوي له بس يعني مهم فالتراكمات دي علشان تقدر توصلها ده مجهود مذهل ومضني جدا ومضني للسببين انك انت تقدر توصل لده وفي نفس الوقت ما تتكشفش الناس ما تبقاش عارفة انه ده انت مش وليد فواز ده راجل عادي بيتكلم وبينسألش حد بقى رحوصصلك في المراية هو انت ولا ايه وكيد حصلتلك قبل كده طبعا انت هو انت صح بص موضوع الشهر ده موضوع نسبي ممكن يكون مؤخرا شهرتي زادت اكتر من الاول الحمد لله بفضل الله يعني بس ده حاجة بسطاني ومش بسطاني اول مش بسطاني ليه لانه الهومورك التاعي اللي اه بعمله بشكل يكاد يكون شبه اسبوعي بص لو انا منزلتش مع الناس اغلى بالوقت سدقني حصدي ومش هعرف بقى بطاريتي انا بتتمني من البني ادمين وكل سنة او كل ست شهور التركيبة بتاعت البشر ولاد بلدنا بتختلف طبعا وزقهم بيختلف فآه فرحان بالشهرة الحمد لله بس بعض افكر في بذايل طبعا انا لو خلاص اشتهرت قوي لدرجة ان انا مش هينفع اعمل كده اعمل ايه فبقيت بطور ان انا اروح اسوق العربية واقف في مكان ما وعمل الكاب كده ومدد كده او خلي مثلا يعني حد من اخوتنا يعني يسوق للعربية مثلا وانا قاعد في الكناة انا قاعد بص كده اتفرج عاللي بيحصل ممكن افتح حوار مع حد من البسطاء اشغال في المطاق بتاعنا افهم منه برضو استعيد بي عن ان انا اركب مواصلة معينة او مشابه الفرجة على التلفزيون بتاعنا مع الفرجة على التلفزيون بتاعنا انا ممكن مثلا مقطع معين حوار مع احد المواطنين انا اعرف مواطن عادي بقى افهم ايه اللي بيحصل ممكن بقيت مهتمة اكتر بفكرة التواجد مع حد محاور زكي ولماح زي حضرتك مثلا اخي ربنا احفظك مش بجاملك دي حقيقة فهم انا بقولك والله ده اشكرك انا مستمتع جدا بالحوار فتقدر تفهم منه برضو حاجات كتير وهكذا لما نيجي نشتغل انا حطت نفسي مكانك مثلا فوالله انا داخل العمل الفلاني ايا كان بقى هو سينما هو ده تلفزيون الى اخره وبعدين تلاقي انه قد يكون البطل الاول او البطلة الاولى لهذا العمل انت ممكن تبقى في قرارة نفسك شايف انه الموهبة على باب الله قوي يعني الامور ماشية كده يعني تتدايق بتقول ازاي لسه الناس بتفكر كده ولا بص احرائي لسه احمد الساقة يقولك ده سؤال فعباني بص يا استاذ يوسف انا مؤمن بفكرة انه كل نجم هو عنده حاجة حلوة عنده بضاعة من الفن هو بيقدمها والجمهور اللي بيحب الاستاذ يوسف الحسيني كنجم في الاعلام هو شايف عنده معايير في الزوق هو حابب الرجل ده هو شايف فيه تحقق بالنسباله هو حاجة هو حابه ايس ده على زمال حضرتك ايس ده على زمالي في الشغلانة ممكن يكون احنا شغلاناتنا رتب ممكن يكون فيه النجم الاول النجم الاول عنده حاجة مش عندي عنده عنده كارزمة اكتر يعني باتنين كيلو كارزمة اكتر شوية في النهاية الجمهور محدش هيقدر يلوموا على اختياره الجمهور هو حر احنا بنشتغل كلنا عشان الجمهور فالجمهور هو اللي بيقول انا عايز سين او صاد او عين انا مش من حقي ان انا لانقد زميل ولا انقد نجم ولا قد نفس الحق ان انا اقول فلان ده عنده موهبة قد كذا عشرة رختر ولا تسعة ولا ثمانية بتاعت ربنا انت بتسعة وبتاعت ربنا والوقت بتاعه هو ربنا كاتبله ده في التوقيت ده بالظبط والله هو كاتبله وليد شيء ما بالظبط في التوقيت ما بزي ما يطلع بالظبط بما انك ذكرت الجمهور انك تقدر تستبين او تستطلع رأي الجمهور هل السوشال ميديا بتبقى كافية بتتعملها ازاي مؤخرا بقيت مقدرها جدا لان السوشال ميديا ما بقتش مجرد سلاح للتسويق السوشال ميديا بتشكل وعي السوشال ميديا دلوقتي بتشكل وعي السوشال ميديا دلوقتي عصب السوشال ميديا بيتبني عليها حيوات مش حيوات الزمن الجديد نيو ايه ربطاعتنا العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي السوشال ميديا هي الاساس فلذلك اللي بيحاول ينسالخ عنها من منطلق الترف وانه هو لا 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 مش بتاع السوشال ميديا لا 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 ما عليش دعو لا تغلطان فنان من غير تسويق لمنتجه لا يقعد في البيت احصل انا بقى من الناس بتختلف حكايات السوشال ميديا دي اصلا بحبش السوشال ميديا قبل زمان كنت من الناس اللي متخيلة السوشال ميديا دي شيء عظيم بقى لي بتاع 7-8 سنين عمليا فعليا واقعيا عملت دي اكتيباشن لكل الاكاونتز وعايش من غيرها دلوقتي تقريبا السنة التامنة وسعيد سعادة لا توصف هبقى احكي لك ليه لكن جزء من اللي انا بشوفه على السوشال ميديا الخناءات والمعارك وبظن ان في بعضها بيبقى عن قصد وبعضها مفتعل افتعلات خائبة وساعات الناس تاخد وليد وتطلع بيه السماء وتاخد وليد وتنزل بيه سبع ارض ولا دول عندهم حق ولا دول عندهم حق بتشوف ده قدامك وبتتعامل معه ازاي متفاهمه بزعل منه احيانا مع التعاود والتدريب لا تلقي بالا بقى دي الحقيقة ده شعوري انت ممكن وخلاص وبتفهم ان ممكن واحد يقول لك والله لا لا ده يوسف الحسيني لا 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 مش عاجبني ولا طلع ولا 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 ليه في التمثيل ويروح يغير المهنة ولا يفهم اي حاجة بتاع او الله العظيم احيانا في الناس بتكتب كده تمام هل ده يهزني من جوه يهزك لو انت معندكش ثقة في نفسك مم يهزك لو انت داخل بكيانك كله جوه السوشيال ميديا انا برضه متمسك بلا انا قلته ان السوشيال ميديا اداة تسويق اداة تسويق اداة للتعايش مع العصر الحديث العالمة مم كلها مبنية على السوشيال ميديا بشكل كبير دي وجهة نظري تمام قد اكون مخطئا وقد اكون مصيبا فارجوه على سؤال حضرتك بتاع انه هل انت بتتأثر كنت زمان بتأثر واتدايق وانا عملت زي كده برضه ان انا فترة من فترات انا من الناس اللي تلسعت من السوشيال ميديا تلسعت لسعة قوية جدا لسعة قد كانت ممكن تؤدي الى تدمير نهائي اه طبعا فترة من فترات يعني مرة على الموضوع ده مثلا خمس سنين بعدين انا بدت افهم السوشيال ميديا باختصار وان ليس كل هاخد من كلام حضرتك انه ليس كل ما على السوشيال ميديا هو حقيقي اه وليس كل ما هو على السوشيال ميديا خطأ ولكن بنسبة كبيرة ما بيكونش صحيح لكن عصر الجريدة الورقية بدأ يتراجع دلوقتي بقى فيه مواقع الكترونية صح زمان كان الفنان بياخد الانطباع والرأي من نقاد بيكتبوا صح في الجرائد او على جنب كده بريد القراء مثلا دلوقتي فين بريد القراء بوستات بوست صح بس فانحنا الفين اربعة وعشرين داخلنا عالفين خمسة وعشرين فالحياة بتتطور بس ده هيبقى شيء صعب جدا ايه اللي ممكن يجي لنا بعد السوشيال ميديا يعني زمان ما كناش نعرفها ما نسمعش عنها وبالتأكيد ما يعني ما كانتش في الخيال ايه اللي ممكن يجي تاني انا فعلا قاعد عمال مجهول وبعدين بلاحظ انه ساعات كتير جدا ان التطور اللي بيجرى حوالينا ده بالنسبة لي انا اصبح مزعج يعني التطور السريع اكتر من اللازم بقى مزعج تعالف مرة حد كتب قال ان انا ان انا انا يوسف يا ان انا اسرائيلي اه وان هو عارفني كويس والله العظيم بعدين عادت ابص طبعا اللي وردت هالي بنتي فعادت ابص كده اسرائيلي وعارفني كويس مين الودة انا عمري ما اسمعت اسمه اصلا عارف انت يا محمد سعد اللي هو انت مين يا انت مين يا اه ايه 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 التوذيفة الغريبة دي يعني جاه على باله من ايه فيمكن ده كان من ضمن الحاجات اللي خلتني خدت قرار بلا سوشي ميديا بلا واجه عن دماغ تعالي نرجع تاني على التمثيل انت مفعم متيم بالمسرح وده واضح اوكي سيمة او لتلفزيون الاجابة اللي مفوت تتقال انها السينما ليه هي المفروض هقولك لانه كان زمان يتقال انه السينما هي التاريخ اه زكرة دلوقتي ولا تلفزيون زكرة ولا سلمة زكرة بس التلفزيون تأثير التلفزيون تأثير وبيخش في بيوت اكتر الحاجة التانية انه ادوات تنفيذ البروجيكت التلفزيوني او المشروع التلفزيوني هي هي دلوقتي ادوات تنفيذ المشروع السينماي هات انت عملت استجلاب استيراد لكل فرق التنفيذ السينماي كلهم بمخرجين بموظم ممثلين بمنترين بمصورين بي 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 الى اخيرة هاتهم كلهم عملهم تلفزيوني وده واضح مع دخول المنصات فبقت الكواليتي زيها زي السينما فيش فرق فانا دلوقتي مقدرش اقولك في الالفية اللي خلاص بتخلص دخلي في الالفية الجديدة انه لا اصله السينما هي الاهمة من التلفزيوني واحدة بالنسبالي واحدة يعني انا انا اشتغلت مع مخرجين بتوع السينما اصلا كلهم سينما انا اختياراتي الحمدلله ربنا بيوقعني مع مخرجين سينما اللي بشتغل معاهم ممثلين سينما انا رجل بشتغل سينما تمام مش التلفزيوني القديم اللي هو بالمناسبة الشغل بتاع ما سبيرو زمان شغل استاذ صالح مرسي شغل استاذ قسامة قنور عكاشة شغل الاستاذ وحيد حامد انا اشتغلت معاه في يوم الايام وهو دي اسمها العصر الدهبي للتلفزيون بامكانيات قليلة بزاي اللي عندنا دلوقتي ولكنهم مع كامل احترام لي جيلي ولВы هيجي بعد الناس دي عظام بمراحل دول اللي اقفلهم منهج فده رضي على سؤال حضرتك أنه بالنسبة لي سيان سينما Subscribe سيان هي السينما فيه ناس يتقولك والله يا جماعي احنا عندنا المشكلة كبيرة من السينما في مصر واصبحت بترجع العرورة فمقابل الانتاج الدرامي ان الدراما بقت كتير وبادئة الشركات تهتم جدا بالانتاج الدرامي وما إلي ذلك يمكن على جودر احنا فين لما شفنا الف يلا وليلا زمان فنرجع تاني بانتاج كبير وضخم زي جودر عاصمين او زي ما كنا من ناسنا بنتكلم كتير عن الحشاشين او ما الى ذلك فاصبح فيه اهتمام شديد بالانتاج بتاع الدراما جدا وناس تانية تقولك يا جماعة لا احنا لازم بقى نزق في السينما اكتر من كده انت حاسس انها بترجع السينما يعني واخد خطوة الورى المنتجين ما بقوش متحمسين لا هو هو حضرتك مش مش ان هم المنتجين مش متحمسين هو الموضوع انه البلاتفورمس كالة الجو الناس مفردات العصر نفسها بقت مخليها الناس بتكسل تروح السينما الاسهل دلوقتي لحضرتك لحضرتك لما ذكرت كده مثلا بنت حضرتك وهي قاعدة كده على الكنبة تمام وقدامها الفشار مثلا او قدامها اي اي سناكس وعندها اشتراك في منصة ما بيتعرض عليها الفيلم هو هو اللي بتعرض في السينما بس هي بس تستنى بالزبط شهر شهر هو هو نفس الفيلم بتعرض اقعد في مكاني في بيتي بمزاجي مسك الرموت وعلى فكرة وانا بفرج على الفيلم اروح موقف الفيلم وداخل اعمل اي حاجة معي تليفون عادي جدا ده احسن ولا انا اخش السينما الشكل التقليدي بتاع السينما اللي احنا تربينا عليه مبقاش موجود خلاص بس انا بحب السينما وانا بعشق السينما انا واي خبادي ونازل وانا صغير عندي خمستاشر سنة وهروح وسط البلد عشان اتفرج على فيلم السينما انا فاكر انا ومحمد اسماعيل الديش ده صاحب جدا موجاري وعشرة العمر يعني وانا اكبر منه بسنة فانا تميت ستاشر سنة ومعايا بطاقة وهو خمستاشر وروحنا نشوف فيلم طلع انه احنا فيه فيلم عادي يعني موجود في السينما فطلع انه لا ده الفيلم ده ستاشر وانت طالع محمد يفتجر فانا دخلت محمد فضل برة مردوش يدخلوه انا طبعا هتماشى لحد ما هتخلص الفيلم وهنتقبل عند فلان بتاع الكبدة فنازلة السينما طبعا التجهيز بتاع السينما هنروح وهنوعد في السينما انا من الناس اللي بتحب البلاتفورمز لانا جابيه الفيلم الحد عندي وانا سعيد ومزاج وميد فول بس انا من ضمن الحاجات ان انا فعلا نقدر اوقف حلاوة السيما ان ماوقفش غير في الاصطراحة اللي مش بمزاجي ماشا بحس كده يعني ليها تقوس وليها طريقة وليها سحر القعدة قدام الشاشة العظيمة الكبيرة دي والناس اللي حواليه كنت سامع دردشات الناس وتعليقاتهم حلو وحش مش عجبه ومحب يهزر واحد عايز تقوم تديره بالكوع حاجة سينما حدوطة اخر مرة دخلت انا فيلم سينما او من الاواخر كان في فيلم ممكن مكسر الدنيا اللي هو كان افاتار على ما اعتقد المهم يعني افاتار عشان بس انا حاس ان انا لو ان انا اتكلمت كتير لا لا بالعكس انا مخصوط كان في فيلم افاتار وانا دخلت وسط الناس قررت وعايز استمتها وعايز انبسط وكده انا عايز اقولك ان انا كانت من اسوأ التجارب اللي انا عشتها ليه كتبت اسوأ التجارب لانه انا من كتر التعليقات اللي جانبي مش هارف اضرب بالكوع مين ولا مين مش هارف اضرب اللي جانبي دا ولا الجانبي دا ولا اضرب اللي قدامي فهمهم هنبوز الليلة وانروح في اسمه لا ولازم تبقى انت برضو عندك سبات انفعالي انت برضو راجل فنان وبتاعه مش هينفع مضطر مش هينفع لكن دي سينما زي ما حضاك قلت بحب السيمة ما تحرقليش الفيلم ببوزليش الفيلم فحشان كده برضو رجوعنا يا ساز يوسف انه السلوك مرتاد السلمة دلوقتي ما بقاس زي زمان قدسية صح ومع التحفظ كمت قدسية بس انا بشوف انه انه ارتياد دور العرض السينمائي لها قدسية قدسية ما فانت لازم تحترم الفيلم انت رايحه دا للأسف الشديد تحس انه الموضوع بقى عادي بقى خلاص لا احنا راحين السيمة وهو رايحين السيمة كده لزمان احنا رايحين السيمة طبعا دا الفرق في طبعا طبعا خص بالذكر صديقي العزيز كريم الحملي كل خميس هنروح السينما عشان كريم ينام فيعني كل سون طيبة كيمه فبص هو الوقت جريء وانا عايز اعود اكتر ومش عارف اعمل ايه فانا يمكن هنختم بس انا هستأذنك فان احنا بعده ما هنخلص هنقعد ندردش حبه فهاخد من وقتك حبك لا لا دا شرف لا خمس ست دائق كده يعني شرف لا ما تبخلش بيهم لا لا والله شرف لا انا مش عارف اقولك انا سعيد قد ايه بالدردشة دي انا في رأيي انها واحدة من اجمل اللقاءات اللي انا عملتها لان انا سعيد بك جدا وبحبك جدا انا من جمهورك شكرا جدا الى ابعد الحدود وبعد كده هاجي معاك في الشلة بقى بتاعي انا في عندنا صحاب مشتراكين في الدرس طبعا فانا هاجي طبعا وهاجي الصالون اللي انت قلت عليه دا فكرة عظيمة ومبهرة وبرافو عليك الله شكرك واشكرك ومورتني وشرفتني انا اللي بشكر حضرتك او ساز يوسف والله بجد ان انا النهاردة موجود معك فيش استاذ بقى هاي جاي الشلة مفيش استاذ لا استاذ استاذ دا 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 اقل من ان انت استحق يا رباني يكرمك انا انا من جمهورك وانا بشكرك جدا ان انا موجود معك النهاردة وشكرا لقتحت الوقت اللي هي والدردشة الجميلة دا شكرا لك وشكرا للتلفزيون المصري وشكرا لبرنامج بتاع حضرتك اللي انا من جمهورك يا بغتي يا بغتي اذا استاذنكم هنروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خير الجنائي انطرحا مع الوادي أنا كل ليكي أنا كل ليكي أنا أنا كل ليكي أنا أنا كل ليكي أنا دمي وروحي في دار أنا كل ليكي أنا دمي وروحي في دار مات يلا لابو الندى مات يلا لابو الندى مات يلا يلا لابو الندى دي بهيام الدنادي مصر حنوة يا مصر أمان باشتغليك في كل مكان مصر حنوة يا مصر أمان مات يلا لابو النمو program باشتغليك في كل مكان سكنة قلبي فيه من جوة سكنة قلبي فيه من جوة أنا اللي عاشقك من زمان مصر قلو يا مصر قبان قلبي لك ميال فيك بكتب موال قلبي لك والله ميال فيك بكتب موال سبحان الله عالجمال سبحان الله عالجمال نفسي أخدك بالأحضان مصر حلوة يا مصر أمان اشتركوا في القناة واغني لك حب وشجان ربي يحمينا من الفتان واغني لك بحب وشجان ربي يحميك من الفتان عندي انت أغلى وطن عندي انت أغلى وطن وشعبك كله إيمان مصر حلوة يا مصر أمان إحنا من قلبنا نغني حلاوة آصرك ونيلك من قلبنا نالب حلاوة آصارك ونيلك من قلبنا نالب حلاوة آصارك ونيلك وسياحة من بره بنجيلك سياحة من بره بنجيلك انت مذكورة في القرآن مصر يا أمي أحلى عروس بسترابك متبوسة سدق اللي قال أمي الدنيا سدق اللي قال المحروسة محروسة ملعن يا بلادي يا سكنة قلبي وفؤادي مصر يا أمي أحلى عروس بسترابك متبوس سدق اللي قال أمي الدنيا سدق اللي قال المحروسة محروسة ملعن يا بلادي يا سكنة قلبي وفؤادي ربي زكنك في القرآن خير جيود الأراضي ربي ذكرك في القرآن خير جيود الأراضي يا بلد السيدة والحسين كل الناس الطيبين والأنبياء مروا عليك بحفوظة يا بلدي مين العين فيك الشعراء والعجاد أحمد زول وفؤاد حداد مجد يعقوب والطهطاوي مليانة يا مصر بالأمجاد يا بلد الخير والمعجزات يا بلد السند والأهرمات يا بلد الخير والمعجزات يا بلد السند والأهرمات والقرنك وحد شمسود معبد فيا لا والملكات جواك الجلعة والأزهر معدن شعبك دايماً أظهر وحضرتك ليها تاريخ وفرعون العالم أبهر والغاية بليك مشتك يغني لك حب وأشواج تعيش يا أم الدنيا أنت وطن كل العشاج الله 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 كل سنة وكلنا طيبين والكاف الصعيدي بلوكسور ومنورين عاملين إيه؟ أخباركو إيه؟ كله تمام؟ محمد وسامح ومحارب ووليد وعمار آخر يعني منتهى النور يا بختنا النهاردة طب الأول بقى أنا عايز أسأل سؤال إحنا لما بنيجي نكتب الكلام بنكتبه على أساس الإيه؟ يعني مثلا زي ما إحنا اسمه بدون تغني المصر طب الكلام بيجي الأول إزاي؟ وهل بس بغني المصر؟ ولا في عندي أكتر من اللون؟ لا هو أولا يعني بالرحة بالأول بالسادة المشاهدين أيوة وإحنا سعادة إن إحنا متواجدين يعني على قناة القناة الأولى والتلفزيون المصري أنت بشرفنا بشرف لينا والله طبعا يعني أول حاجة طبعا القصيدة فكرة صح إذا وجدت للفكرة فهو وجدت القصيدة فإحنا طبعا يعني أنا بكتب لما أبعيو بكتب الغنوة أهم حاجة عندي الفكرة لأنني أنا الفكرة اللو موجودة أنا عايز أكتب عن مصر فأنا بحب مصر وةطراب مصر فأنا لازم أكتب عن مصر فخلاص هنا الفكرة إننا مصر فأنا ببتدي بقى طب من الحب اللي نابع جوه الجلبي بقى المصر ده اللي أنا بيخليني بقى أكتب أنا عاوز إيه يعني مهما أكتب برضو أنا مش حاو فيها طبعاً يعني إحنا تراب مصر يعني غالي جداً علينا فإحنا مهما أكتب برضو الكلام ده أنا برضو بحسه يعني ولا حاية في مصر لكن في الكف نقدر أكتب على أي حاجة أي لون أي لون بنكتب عنه يعني أولاً إحنا الفني بالنسبة لنا رسالة فإحنا الكف عندنا بنناقش فيه قضايا في مجتمعنا دايماً نناقش قضايا يعني ممكن يعني على الإنترنت نتكلم نتكلم عن الجواز أو الشبكة أو المهر نتكلم مثلاً عن مصر زي ما احنا غنينا عن مصر نتكلم عن كورة نتكلم عن رياضة عن أي نشاط أو أي حاجة احنا عايزين نتكلم فيه نتكلم فيه عن طريق الفن الكف حلو جداً عمار بقى أنت اللي بتعمل المزيكة و اللي بتغني بس والله هو المزيكة دي تراص من زباط من وقت ما بدأ فن الكف حلو فهم أن كانوا جربوا كذا آلة في الفن الكف دي نفسه فما لقوش أي آلة مناسبة غير العود فهم بقى ابتكروا مع بعض يعني زمان على الأبيات اللي بيقولوها ولحنوها فإحنا الألحان اللي بنقولها دي ألحان تراصية من تراص الكف يعني ألحان دي سبتة بقالها سنين طويلة ولا ألحان سبتة ولا بنغير فيها شوية هو إحنا الفترة دي بدأنا نتطور من ناحية فن الكف يعني مثلا بيجيبوا كبلهات مزيكة صلوهات جديمة بيبنوا عليها أبيات فن الكف وبيبدأوا يقولوها بيبدأ مجموعة من الكفافة بيبدأ معاهم اللحن والكلمات فبيرفعها للفنان والفنان بيبدأ بجاء يقول أعلى حلو جدا حلو جدا إحنا كلنا بدأنا مع بعض في نفس الفرقة ولا على فترات بقى تعالي نبدأ بمحمد أنا كلنا فنهم والله أولا تبع وزارة الثقافة ننتمي لوزارة الثقافة يعني يعني بدأت بقى لك قد إيه أنا رأي 15 سنة في وزارة الثقافة الله بس بطبل أنا وان عندي 10 سنين أوكي حلوة طبلة شكلة حلوة ربنا أهلي ومتدهابة وصدف وشغل جميل كده شكرا يا فن ربنا أهلي فأنت بتطبل من وانت 10 سنين من أنا واندي 10 سنين لكن موجود مع الوزارة بقالك 15 سنة فرجة فنون شعبية لوكسور بتاعت لوكسور حلو جدا سامح بلدياتي تقول شكرا أنا عن فرقة النين يقلاتي الشعبية هنا في القاهرة بطبل يعني بلعب يقع من صغري يعني بس أنت موليد القاهرة أنا عايش هنا في القاهرة عايش بالأصل أسيوطي والأصل أسيوطي وأنا عايش هنا في شبرة ناس وشبرة كمان يا باختك يا باختك محارب بقالك قد إيه يا هويتي وانا في ابتدائي بتفرق كتير قوي مسألة إنه الواحد يبقى حابب الحكاية من هو نس عائل صغير هو دي كانت هويتي وانا حبيبها فبداليل عن كده يمكن ما فلحتش في المدرسة قوي بسببها حبتها حبتها بقى كل وقتك ليها بالزبط وبرضو يعني ده برضو من ضمن الحاجات اللي حظنا فيها حلو علشان نشوفك ونسمعك رجلني أكرم حضرتك دي أنا اللي سعيد ببوضي مع حضرتك النهاردة والله سادة الزمل او نورت نورت محارب والرحمة للأحمد محارب يعني دي أهم حاجة عندنا وليل صدر بقى لك قد إيه معنا والله هو أنا يعني بدايات الكف أنا كنت تعاشق للكف من أنا وصغير كان عندنا طبعا الفنان الراحل علي رحمة الله طبعا مش من أشهر فنانين الكف الفنان رشاد عبد العال طبعا يعني وكان الفنان محمد أبو درويش فكان في يعني عمالقة فن الكف دولا في الصعيد صح فدولا بقى اللي احنا تعلمنا منهم يعني يعني هم من أساسا يعني يعتبروا المدرسة بتاعتنا احنا طلقنا لجينا الناس يعني الفنانين كبار دولا عليه ورحمة الله جميعا هم من اللي بيغنوا يعني مثلا الفنان ربيع البركة فدولا كلهم احنا تعلمنا منهم كانوا يعني يحضروا في أفراح عندنا فاحنا كنا بنبقى مدعوين في الأفراح نحن وصغيرين يعني فكنا نروح للأفراح بقى ونتفرج على المطربين والفنانين فكل مجموعة في كل قرية بتروح توقف قدام الفنان بيبقى ليه دور بقى اللي بيحجز بقى دور الأول ده ده صاحب الفرح أو العريس وحبيبه يعني فالدور الثاني بقى فكل دور بتراوح من تلت ساعة نص ساعة في الكف في القرى لاني ممكن نبقى مثلا عشر أدوار أو تمن أدوار على حسب ساحة الليلة بقى فكل مجموعة جاية يعني معاها فن يعني هو فن ارتجال في الأول صح فهو الفنان برضو بيفاجأ بالكبليل اللي هو يعني بيقوله له الكفاف ويتفاجأ بيه على المسرح ومعرفش أي حاجة معرفش إن ده حيقول إيه قدامه ببقى إنه بقى الدنيا أعياد يبقى في جوازه شابكة وحواديت عايزين نسمع حاجة على الجواز والشابكة إيه رأيكم مافيش مشكلة نسمع حاجة مافيش مشكلة أنا أقول في أي حاجة يلا بينا 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 يا بنات ويا بنات يا بنات ويا بنات غليت المهر علينا غليت المهر علينا واني اتجوز عزبات يا بنات ويا بنات 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 يلا عملونا بركة وأول عايزين الشبكة أول عايزين الشبكة والناس المهر يا نار يا بناك ويا بناك تسمحوا لي ممكن يا بنات نتكلم بشوية حاجات ونصيحة لكم أقدمها بخصوص الند والإملاد تسمحوا لي ممكن يا بنات نتكلم بشوية حاجات ونصيحة لكم أقدمها بخصوص الند والإملاد واللي بيحصل فعلاً ده حرام على تويتر وإنستجرام حتى صوركم مليا الفيس وعايشين في قصص الغرام والشاب يغويك بجلك حرام عليك سمعت أهلك أجي يتحك عليك بكرة يأجي ليستهلك هيتقدم يطلب إيدك وبحبه وماله هيزيدك وما تحاولش تلعب بالنر لاحسن النار تاكل إيدك ويقولك عايز أشوفك بلاشت الداري في كسوفك ويقولك عايز أشوفك بلاشت الداري في كسوفك ويدي إيه خمسكي ونظرات الغدر في عينيه وسيرتك على كل لسان والحق عليك مش عليك من عنوانه يباني الجواب ما تزعلوش مني يا شباب بنات الناس مش لعبا والبيحب يدوك جلبا الله 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 بس وما البنات اللي بيغالوا المهور والله أبهاتهم اللي بيغالوا المهور ويطلعوا عنين العرسان بالزمة والله احنا والله وده موضوع احنا بالنقش يعني في الصعيدة وعموما يعني أنا قبل كده كنت كاتب حاجة عنها يعني أنا قصيدة بالنسبة لي يعني هو عن المهر وع الشبكة طيب ما تقول هالي طيب أولا كانت القصيدة بتقول لو رحتي تتجدم وتخضب الأمة عمالة بتطلب تفضل تقول لك هاتو هات وحيلك مش قادر تسلب والحكاية كلها تعقيد وما فيش حاجة معاها تفيد والبنت سنها في العشرين وعلى الثلاثين عمال بيزيد قطري الجواز بيعديها ولا انت ناوي تخليها يمون البنات مشي الأمور واطلبي حاجات على قديها الشاب مش حيلته غلبان بيسدي باب تفتح له ببان وزي ما عندك انت بنات عندك برضو أكيد صبيان وبلاش نوقف على الوحدة وتبقى القلوب وحشة وجاهدة الله يرحم أيام زمان كان الوبور بعين واحدة كنا عايشين مبسوطين والقوضة مسقوفة بالطين دولك الجواز اصبح سلعة وشروط ياما فيه حطين عاوزين شبكة وقوضة نوم وإحنا علينا وإحنا علينا يا مهموم وكله أصبح بيعاني وبنقضيه بالعافية اليوم خلوا الشباب خلوا الشباب يعرف يعيش وكمان بلاش منه النيش والأنت رهوة يا الصفرة وغير حصيرة ما تفرشيش خذي كلامي واسمعيني وقولي وليد بي وصيني خذي كلامي واسمعيني وقولي وليد بي وصيني هاتي حلتين بس تستلس وبلاش من طجم الصيني تعالوا ونمشي بالأصول ونخلي الكلام يكون معقول عالشريعة وعالسنة ونتبع سنن الرسول وبلاش من قولة هاتو هات وبدل العصير بلي شربات لو كان كلامي جاف فايدة سمعونا زغروت يا بنات سمعونا زغروت يا بنات فالتو زغرد البنات جميعا فيش ولا بنت في الاستوديو بس هنا بقى يعني الواحد يعود يفكر برضا ما هو هيجي نهذا حد يجي يقول وليد طب يا وليد انت كتبت القصيدة دي جميلة وهنغنيها ومي تقول لما يبقى عندك بنت هتيجي تقول لأ أصلاها ماشي مشكلة المهر والشابكة بادل الدهب هنجي في فضة وهنفرش الحصير طب هو حالين يعني في مبادرات حالين في الصعيد في محافظة الأكسر أو في الطوط عموما يعني المنطقة اسمها الطوط في الأكسر يعني فيه ناس بدأت في المبادرة يعني خفيفوا المهر والشابكة بقى تفضى يعني يعني بعض المناطقها فيه يعني ابتدت المبادرات في تخفيف الشابكة والمهر يعني احنا برضو بالناشد للأهالي يعني والناس التيسير حلو يعني للشباب يعني خصوصا للشباب يعني طبعا شجيان وتعبان فهو يعني جاي يتقدم وجاي يخطب فهو يعني اللي بيحب له واحدة عايز يتجوازها فهو رايح فهو بيفاجأ بقى بالمهر بقى نعايزين تسعتاشر مرتبة وخمستاشر بطنية فعلت يعني ونيش على حد يجب الحاجة بنيش ده حاجات المطبخ لوحدها والفرش والفوط والكلام ده بتعدي مثلا نصف مليون جنيه في الصعيد حاليا وطقم الصيني محدش بيلمسه أصلا بيقعد في النيش كده والجلي طقم الجلي ده جلي إيه وفي حد اللي سبيها من جلي أستقزمكم في فاصل ونرجع نكمل الغنى والكلام اشتركوا في القناة أهل وأحباب طب هلنا ونبارك بجدوم العين الزرعي فاتح أظهاره والبيت استقبل زواره الزرعي فاتح أظهاره والبيت استقبل زواره والجاري عيد على جاره الجاري عيد على جاره كله فرحاً وسعيد بيكتوم العين إنسان يجرح وإنسان بارح ويا بختي كل اللي تسامح إنسان جرح وإنسان بارح ويا بختي كل اللي تسامح ونرجع مع بعض ونتصالح نرجع مع بعض ونتصالح وتاجي قلقت في القيد العيد سعيد أطفل تصحى من الفجرية ويا جو ياخدوا العيدية أطفل تصحى من العصرية ويا جو ياخدوا العيدية ونقدم لهم هدية ونقدم لهم هدية شموع الفرحة بتزيد بيكتوم العيد ونقدم فيه التهاني ونقدم فيه التهاني وتبقى بهجة وأغاني ونقدم فيه التهاني وتبقى بهجة وأغاني ولكحكب يملصواني ولكحكب يملصواني لما يقولوا بكر العيد وجان العيد آآآآآآآآآآآآآ موسيقى ولما بياجي لعد نتلم ننسى الحزن وننسى الهم ونقضيها ضحك وهيص ويا جي الخال ويا جي العمل موسيقى لما بياجي لعد نتلم ننسى الحزن وننسى الهم ونقضيها ضحك وهيص ويا جي الخال ويا جي العمل واللي نسافر يرجع ياجي كله بيبقى سعيد وراضي كل الناس من الفرحة تطير والخريم لكل بلاده نقوم بسرعة نصلي وبتة كبيرة صوتنا نعلي ولطفلنا نصبح قضوة نرجع أيامنا الحلوة نطلع برة نروح نتفسح نسمع مزيكة وغنوة ونجري وننلد ونيا سعادة تايجي معانا الفرحة زيادة ونجري وننلد ونيا سعادة ونروح لنا الفرحة زيادة والأحبابنا نروح وناجي أصلع يدنا دي يا عبادة والأحبابنا نروح وناجي أصلي يدنا دي يا عبادة كله بياجي يسأل عني ونبارك للناس ونهني صح يا الدنيا لحد الصبح والأفضل تفرح وتغني صح يا الدنيا لحد الصبح والأطفال تفرح وتغني نستقبل للناس بهمة تبقى فرحة جميلة وحلوة نستقبل الناس بهمة تبقى جميلة وحلوة اللمة ونشوف الرايح والجاي ونزور الخالة والعمة نقري بسرعة نقوم قوام تبقى الدنيا بر زحام نقري بسرعة قوام وقوام تبقى الدنيا بر زحام والفرحة تملى كل مكان ونقرب صلة الأرحام ويغني غنى نطير والعيد عندنا حاجة غير مصر بلدنا فيها أمان وكل عام وانتم بخير عظم على عظم على عظم طبقنا سؤال بقى عندي عمار يعني وإحنا بنتكلم الآن وديد فاتفقنا أو يعني كوديد شرح لي أنه الكلام والقصايد بتبقى متطورة على حسب الظروف وحسب الأحداث والزمن في المزيكة انت قلت لي هي مزيكة تراثية ومتورسة بقى لها أجيال طويلة لكن ممكن تغير فيها حاجة ممكن تعدل فيها حاجة ممكن تطور فيها حاجة أكيد متاح يعني زي إيه مثلا توضيح أكتر تقدر تغير في المزيكة لحد فيه يعني هل ممكن تروح مستبدل العود بقى لتاني أوكي من ناحية الآلة مثلا هو ممكن يعني هو حاليا ماشي بيبقى أرج ماشي الأرج بس هو يستحسن ويفضل فن الكف العود أوكي ده إحنا طلعنا الجناة كده الجناة كده الجناة عود ماشي بعد كده بدأ لما حابوا يطوروا بقى والموضوع بيجي ماشي أفضل يعني اللي هو الأرج وبيبقى فيه هو إقاعات منه فيه بتسمحها يسمى هارزهم عندنا ماشي ما بيبقاش معاه عازف طبلة وعازف الدولة وعازف دفه وكده لأ بتبقى إقاعاته منه فيه وبيبقى يغنى الكف على الأرج طب هل من الممكن جنب العود يبقى فيه حاجة تلك؟ ممكن آه طبعا ممكن آه ممكن أي حاجة كل آلات عمتا ترتب على سل الموسيقى طبعا يبقى معاه ممكن كمانجة كولا أو ناي أو أرج أو قانون أي آلة يعني مش عايز الأرج بسألني أنا أقولك لا أرج لا يعني عود ماشي كولا ماشي مزمار ماشي أرغول ماشي ينايم يعني خليني عربي عربي زي ما هو حتى لو كان الأرج يشغل ما يعطي مش عايزه يعني لأنه لي صوت مش بتاعي برضو يعني ترعي كوي معايا أو ما ولا لا أعبفتي ولا يبعمل لا لا هو بالفعل هو حضرتك أولا يعني الأرج فن شرجي يعني بيستخدموه في الفن الشرجي احنا عندنا كفن شعبي المتاح عندنا في الألات الموسيقية الناي والكولا العود الربابة المزمار فكل الألات دي بتستخدم معنا ممكن برضو بنستخدم برضو الجتار في بعض الحفلات كالمراكب السياحية في الصيد والفنادق السياحية للزبائن الأجانب والله يقول عايز الجتار ما معاي العود لا هو احنا يعني حاليا حاليا او ربابة أنا ماشي معاي ما هو احنا بنرتاح للألات الشعبية طبعا المزمار والربابة والناي والعود الحاجات دي الكمان ممكن برضو احنا بنحب الكمان يعني كمان جفعنا ما الأجانب شبعانين جتار وكمان وبتاعم هم ما يسمعوا الحاجة بتاعي ما هو احنا عندنا بيبقى فيه مثلا في الفنادق بتجدم فقرات فنية متعددة ممكن فن الكف بيبقى فقرة تخت شرجي بيبقى فقرة ماشي طنورة ربابة تمام فنون شعبية بجاء اللي هي بجاء فنون شعبية واستعراضية بجاء دي برضو بتبقى فقرات وفيه في الصعيد كمان حاليا فيه بنات طنورة يا شيخ أنا أم مرارف ان الطنورة فيها بنات هتون عمرنا الطنورة فننين ولاد تمام شباة لا فيه بنات طنورة في الصعيد كمان يعني ده من الجديد كمان يعني ده مش موجود في القدرة موجود في الصعيد لا وكمان يعني البنات الطنورة دي اشتغلوا في دبي والإمارات دايما ولسه فيه مجموعة منهم لسه راجع من دبي يعني ويستحملوا جهد الطنورة ده كله آه بيستحملوا الطنورة مجهدة جدا وهم مدربين كويس عليها ان هو فيه تدريب قبل الشغل طبعا يعني التمكن بيخليهم بقى خلاص يمارسوا الحاجة دي ببساطة آه طبعا فهو الفن يعني السعيد نفسه يعني بالذات عندنا فلوكسور يعني عشان خاطر ان هي منطقة سياحية وبلد سياحية فاحنا لازم بيبقى عندنا جميع الالوان الفني حتى الفن النوبي طيب تعالوا نسمع نوبي نسمع نوبي يلا بينا موسيقى آه هي الليل وغزلان الخلي في الصيد ولا بيت غشين أخد نقوس كلاي وعفيف وقادي خشين موسيقى وصياد العميد موسيقى ضبط السلاح ومن الشين وجفنا منه في غابة القروم في الخشين موسيقى آه هي الليل موسيقى الليل أغاب محبوبي يهلي يا ناسي يهلي يا ناسي موسيقى بنعدي اليوم الليل ومار الفراق موسيقى الليل 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 ها أنزار ها أنزار ها أنزار ها أنزار شامخاً 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 متحدهاً ألم الرحيل ألم الرحيل ها أنزار ها أنزار ها أنزار ها أنزار شامخاً شامخاً متحدهاً شامخاً 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 متحدهاً ألم الرحيل ألم الرحيل شامخاً 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 موسيقى يالله تفاهمين يعني السياق العالي سياق العالي هو بيتكلم عن قصة حب حلو اه يعني بيبقى فيها قصة حب بقى درمية بين شابه وبنت وولد كده يعني مش عايزة بقى برهقكم بس يعني انت عارف اللي ما بتلاقي الحاجة الحلوة عارف لو حدو اللي صايم ما حلا كنا صاميم بقى طبعا فأتلاقي نفسك داخل كده ايه مش عالفطار عالصحور بقلب يعني الناصح ما يتأقلش في الفطار طبعا النصح يخش عالصحور بقى. يبقى. فانا بالنسبة لي اللي هو لاقيت كده ترابيزة مليانة مزيكة وفن وغنى وناس زي الفل. فانا اخر انبساط اخر انسجام. محدش عاد بيستخدم كلمة انسجام دي غير غالبا. ده الله يعني. احنا برضو يعني حضرتك يعني وبنحب البرامي بتاع البرنامي بتاع حضرتك. ده اللي بحبكو جدا. والله ده احنا جدا يعني. احنا لينا الشرف ان احنا. العفو 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 انتم وشرفيننا. وكفاية انكم يعني نورتونا وجيتولنا. فانا سوف انقشع كمان انقشع الضباب. فيعني هتكل انا على الله انا هاختم وكل حاجة اهتماني خلاص كده خلاص. بس انا عايز اسيب انه. واحنا بقى الختام بتاعنا ان انا اسمع. ايه ده تعمل يا حاجة ده تاسع? احنا اعرضناها بلكده وحنا اقولها تابع. لا بقى. ده ايه ده. ده ايه ده. فتوحل حلقة وشهرة واسعة. وطلبتكم من عيني. حلقة وشهرة واسعة. وطلبتكم من عيني. وبرنامج تاسعة مع يوسف الحسيني. هبايبي من الفرحة يطيروا. هبايبي من الفرحة يطيروا. والعوازل بدقوا يغيروا. حبايبي من الفرحة يطيروا. والعوازل بدقوا يغيروا. وفي مبنى كمان ما سبيره وهنا في مبنى ما سبيره على الأولى هك لديني كل جديد وحصري معانا الفن العاصري هنا كل جديد وحصري معانا الفن العاصري وفي التلفزيون المصري وفي التلفزيون المصري الفن بيناديني أنا والأستاذ يوسف سوا معاكم نلاقي الدواء أنا والأستاذ يوسف سوا معاكم نلاقي الدواء أدينا طلعنا على الهواء أدينا طلعنا على الهواء وبدعي يا ربي نجيني أبي الحسيني بدون زاعل وحراي نصور ونعمل منتاج بدون زاعل وحراي نصور ونعمل منتاج وبنشكري لإخراي وبنشكري لإخراي والكاميرا بتلغيني مع يوسف الحسيني اشتركوا في القناة